في منطقة ترانزيت القريبة من محطة نيوغاتي في بوداباست رفع العديد من الأطفال المهجرين أوراقا كتب عليها نريد مغادرة المجر المتحدثة باسم منظمة مساعدة اللاجئين سوزان زهار ألقت باللون على الحكومة لعدم السماح لهم بالمغادرة مما يدفعهم لطلب مساعدة المهربين الذين تتزايد أرباحهم وقالت خلال عشرة أيام الدولة المهجرية ساعدت على إدخال المال إلى جيوب المتجرين غير الشرعيين بقدر ما أنفقت على اللاجئين خلال العام الماضي المهجر أنفقت حوال 270 مليون يورو لمواجهة أزمة المهجرين كإقامة السياج والتجديد على الحدود وغير ذلك ويرى الناطق باسم الحكومة المهجرية أن هذه المسئولية لم يتم اختيارها لكنها أمر واقع تتحملها كل دولة من الدول الأوروبية خاصة تلك المعنية باتفاقية شنغن لذا يلقى اللوم على المجر لأمر لا يتعلق فقط بحماية حدودها وإنما أيضا بحماية حدود الاتحاد الأوروبي حسب بعض المسئولين فإن بلادهم تتكبد الكثير من الخسائر على هذه الأزمة ولا مصلحة لها بها خاصة وأن المهاجرين لا يرغبون بالبقاء فيها والعمل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة